أصر مجلس بلدي الشمالية على عضوياته في لجنة دراسة طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة بما يتناسب مع تطلعات المواطنين المجلس طالب أيضا بزيادة صلاحياته وتعزيز دوره الرقابي والخدمي من جانب آخر اشترط المجلس أخذ موافقته ضمن ألية واشتراطات استخراج الأراضي الزراعية وارتباطها بقرار المجلس بشأن خريطة وقوائم الأراضي الزراعية في المحافظة الشمالية وذلك قبل إصدار الموافقة النهائية على استخراج أي أرض من النطاق الزراعي بالإضافة إلى تزويد المجلس بقائمة شهرية أو دورية تتضمن الأراضي التي تم استخراجها من النطاق الزراعي كما وفق المجلس على تخصيص حصة خاصة للمحافظة الشمالية ضمن الموازنة العامة لمشروع تنمية المدن والقرى وذلك مراعاة للثقل الجغرافي والديمغرافي للمحافظة ومساواة المواطنين في جميع المحافظات في توزيع الميزانية مع مراعاة حجم طلبات المشروع العالقة والخاصة بالمحافظة بعد تحويل 379 طلب من المحافظة الوسطى سابقا إليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر